السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفعون النهاردة هيكون عن تكييف التونيدو الواحد ونص بارد بلازمة ديشتال شيلد. ده ما هعرفين تكييف التونيدو بينزل منه موديلين. البارد بلازمة ديشتال شيلد والبارد بلازمة تبريس سريع. النهاردة هنشرح شارح تفصيلي عن البارد بلازمة شيلد ديشتال. قبل ما نقدر الفيديو ما تستطيع دعائمنا باللايك واشتراك في القناة اللي يصله كل جديد. اول حاجة نبدأ بها هي موديلات التكييف. التونيدو بينزل منه موديلين. وده بيبقى من التكييف العادي. مش الانفيرتر. بينزل منه موديلين. موديل الواحد ونص البارد بلازمة ديشتال شيلد والواحد ونص بارد تبريس سريع فقط لغير. احنا النهاردة في الفيديو نشرح البارد بلازمة ديشتال شيلد. اللي هو الموديل بتاعه باتش 12 واي اي اي. وسائره ب 24 ألف امنيه. اول حاجة نبدأ بها هو التكييف بيغطي مساحة دي. التكييف اللي احنا ننصر بيغطي مساحة 12 متر مكعب للادوار العادية. ويبقى 10 متر مكعب للادوار الاخير. اللي هو بدون عادل. وده المواصفات اللي الشركة حطوها. تاني حاجة نبدأ بها هو التكييف بيبقى جاي بشاشة ديشتال بس جير مرئية. كمان التكييف ميضعه بتكنيجة الملازمة شيلد. وده عبره عمالة ايونات منجابة وسالبها داخل التكييف. بتعمل على قضاء تسعة وتسعين في المية من الفرسات والجرسين. وده بتشتغل اوتوماتيك اولا ما انشغل التكييف. كمان مزود بخاصية ايفيل وده عبارة عن تطبق الهوى للشخص داخل الغرفة. والعمالات دي بتتم عن طريق الرموت. يعني متر حمان قاعدة احط رموت جنبي الهوى كله يتطبع الهوى للشخص داخل الغرفة بس عن طريق الرموت. كمان التكييف مزود بخاصية التبريد الصيحة. وده بيوصل لدرجة التبريد اللي انت بحتاجها في اسرع وقت ممكن. كمان مزود بخاصية التبريد الجاف. وده بيقلل على اه بيعمل على تقليل الرطوبة داخل الغرفة. لو رطوبة عالية عنك بتشغل خاصية التبريد الجاف. بتقلل من الرطوبة في الغرفة. كمان التكييف مزود بخاصية التشغيل التلقائي. وده لو التكييف القرار بفاصل بيرجع يشتغل اوتوماتيك تاني. من غير المحاضر شعري. كمان التكييف مزود بخاصية او التثبيت الوقت. تقدر خلاله تثبطي وقت الانتعاد ده لو انت هتنام ويفسل اوتوماتيك لوحد. كمان مزود بخاصية التشخيص الاعطال الذاتية. وده عن طريق اكواد موجودة داخل الكاتالوج. تقدر من خلالها ترى في ايه سبب الوطل. يعني مثال لو التكييف اشتغل لمدة تلتمية ساعة. هتظهر لمبة كده دي اللمبة السفرة. وده بمعناها لانت لازم تنظفي فرطر التكييف. اه كمان التكييف مزود اه بفريون ربعمائة وعشرة ايه. كمان الوحدة الخارجية بتبقى واحدة مقاومة للتأكل. اهم حاجة في التكييف بقى هو دي اللي عليها لغة تير هو المبادر الحراري. او السربة اتنينة او ده ما يقوله الموثير. اه هنا المبادر الحراري بيبقى مبادر حراري من الالموني. وده بيديك كوة التبريد اعلى وفي نفس الوقت بيديك اه اه توفير في القربة. وزي ما احنا عارفين معظم الشركات بتبدي عاد تكييف كله دموان خمس سنين او تلات سنين وفي ناس بتدي سنتين. هو العربي هنا بيديك دموان خمس سنين شامل عاد تكييف كله. وعشر سنين على المبادر الحراري. وده بيوريك اللي هو قوة المبادر الحراري اللي العرب يحطه في التكييف بتاعه. وفي الهموم التكييفات الترنيدو من التكييفات الممتازة جدا في السوق. والدموان العربي طبعا من اعلى الزمانات الموجودة في السلوء المصر حاليا. وبكده بقى احنا شرحنا التبكيف البارد بلازمة اه ديش تالشيل. في نهاية الفيديو لو الفيديو عقوبا تستشد عيننا باللايك والشير والاشتراك في القناة والاسل لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.